موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفي منتصف السنة العاشرة من النبوة نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم بأس شديد وبلأ عظيم سمي بعام الحزن في السنة النبوية فالأول وفاة أبي طالب الذي كان حسنا منيعا وسدا ذريعا احسمت به الدعوة الإسلامية من بطش سادات قريش وكبرائها لكن أبا طالب مات على ملة عبد المطالب ففي صح البخاري عن العباس بن عبد المطالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحطك ويغضب لك قال صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الضرك الأسفل من النار وفي رواية أخرى لعله تنفعه شفاعة يوم قيامة والحدث الثاني وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها ولها خمس وستوان سنة والنبي صلى الله عليه وسلم في الخمسين من عمره ولم يتزوج عليها حتى ماتت رضي الله عنها وكانت سندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الشدائذ كلها يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد المسنديه آمنت بي حين كفر بالناس وصدقتني حين كذبني الناس وأشركتني في مالها حين حرمني الناس ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها ولقد تراكمت الأحزان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هاتين الفاجعتين قال ابن إسحق لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تطمع به في حياة أبي طالب حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا ودخل بيته صلى الله عليه وسلم والتراب على رأسه فقامت إليه إحدى بنته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها لا تبكي يا بنيه فإن الله فإن الله مانع الأباك أيها الأحبة الأتباع إن من عوامل الثبات للمسلمين وصبرهم على تحمل الأذى في هذه الظروف العصيبة عدة أسس منها الإيمان بالله والتوكر عليه والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وشعورهم بالمسؤولية التاريخية لإنجاح الدعوة الإسلامية وإيمانهم بالآخرة واحتساب الأزر على الله عز وجل لأن الدنيا متاع قليل وعرض زائل وتتابعوا نزول القرآن لوقائعهم وتثبيتهم من أجل تجاوز محلهم والأمثلاته كثيرة ففي القرآن منها قال تعالى أم حسبتموا أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وززلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال تعالى ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنوا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ومما نزل من القرآن أيضا وكان بشارة للمسلمين بالنجاح والنصر قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان من قبلكم لا يمشط بمشاط ما دون عظامه من لحم وعصر ما يصرفه ذلك عن دينه وليتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر الموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه وفي رواياه ولكنكم تتعجلون أيها الأحبة والأخيار ويستمر نبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة وفي هذه المرة خرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف مع الصحابي الجليل زيد بن حالثة رضي الله عنه لتبليغه من الإسلام والرسالة فأبوا امتناعوا فأباروا أساء ثقيف وأرسلوا سفهاءهم يرمون النبي صلى الله عليه وسلم فآذوه شر أذى فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بهذا الدعاء قائلا اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة خيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكيلوني إلى بعيد تجهموني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أسعلي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بغضبك أو يحل على يسختك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوت إلا بك وقد روى البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد قال صلى الله عليه وسلم لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلالة فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب أي قرن المنازل فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رده عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد ذلك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين وهما جبلاء مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا أيها الإخوة نعمة الجواب يا رسول الله وقد تحققت الصفة الخالدة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر